غدت اتفاق أديس أبابا بين كير ومشار وصفت الولايات المتحدة اتفاق السلام في جنوب السودان بأنه بداية لرحلة صعبة لإنهاء الصراع في البلاد وطالبت بتطبيق نصوص الاتفاق فورا وبينما أعلن الطرفان تشكيل لجان متخصصة لبحث آليات تنفيذ الاتفاق دعت الأمم المتحدة الحكومة والمتمردين في جوبا إلى تسهيل إيصال المعونات الإغاثية العاجلة بعد توقيع الاتفاق وقع رئيس جنوب السودان سيلفاكير وزعيم المتمردين رياك مشار اتفاقا على وقف إطلاق النار مساء أمس بعد تعرضهما لضغط دولي مكثف لإنهاء اقتتال قبلي أثار المخاوف من تحوله إلى إبادة جماعية ويمثل اتفاق الجمعة بين الزعيمين في أثيوبيا المرة الأولى التي يلتقي فيها الأثنان مباشرة منذ اندلاع العنف منتصف ديسمبر بعد صراع طويل على السلطة ونص الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية وصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات جديدة خلال العام المقبل من جانبه رحب الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون بالاتفاق وطالب بترجمة هذه الالتزامات على أرض الواقع ولا سيما وقف جميع الأعمال العدائية فيما اعتبر البيت الأبيض أن محادثات كير ومشار في أديسا بابا تبشر بحل أزمة جنوب السودان وفرضت الولايات المتحدة الثلاثاء الماضي عقوبات على قائدين من طرفي الصراع قالت إنهما مسؤولان عن أعمال عنف غير مقبولة ضد مدنيين في حين هدد الاتحاد الأوروبي أيضا بفرض عقوبات على أي شخص يعرق الجهود السلام واندلعت الأزمة السياسية في البلاد في الخامس عشر من ديسمبر الماضي عندما قام الرئيس كير بعزل منافسه مشار بعد اتهامه بتدبير محاولة انقلاب ما أسفر عن اندلاع قتال بين قبلتين الزعيمين راح ضحيته آلاف المواطنين فضلا عن تشريد أعداد كبيرة بسبب الحرب الدائرة هناك كما أدت الاضطرابات إلى خفض إنتاج النفط بواقع الثلث إلى 160 ألف برميل يوميا